بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلع ابن العزاكي ايف حالكم ان شاء الله دائما بخير درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط شرح وحلو توضيح يونت 4 يونت الرابع يونت الرفجين يونت المراجعة اللي حسب التعليمات الجديدة انه هو تم تقليصة وحثة وغير مطلوب لكن احنا نشرحها للسنوات اللي راح تجي بعدها من ينتظم الدوام راح يكون مطلوب هو موفد مواضع جديدة هو يونت مراجعة لل يونتات السابقة للأول والثاني والثالث هو يراجعهم المواضيع متى اختبارات البي القطع البي تراجع المواضيع السابقة الصفحات اللي راح ناخذها بالكتاب الملون راح تكون الصفحة بالملون 43 وتمارين listening استماع المرة راح يكون الدرس على listening على المهارة الأصغاء الاستماع شكرا الله ثم شكرا لكم لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم طيبة وتعليقاتكم الحلوة المحافزة وشجعة شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع زكاة العلم نشرة والدالة على الخير كفاءة له شكر خاص لأبطائنا وتابعينا لأعزائي اللي دعاقونا بتعليقات كثيرة في سبيل يدعم القناة واصل الفيديوهار الأكبر عدد ممكن وشكر خاص لدي يعلقونا ويشاركون ينسخون الفيديو الرابط مع الفيديو ويشاروه باقي القروبات وشكر خاص لدي يشتركوننا بحسابات كثيرة في سبيل يرفعون عدد مشتركين القناة واللي يجونا جددا راح أحب بهم ندعوهم نشتراك بالقناة والدخول على قوام التشغيل راح تلقون فيديوهات كثيرة مفيدة بالثمانمائة فيديو صالا تقريبا ما شاء الله أكو قامة فيديو إنجليزي سادس ابتدائي أكثر من ميتيين فيديو وياها ملزم يمدار لعراجي ما لازم المرشد إنجليزي أول متوسط أكثر من ميت فيديو وياها ملزم يمدار لعراجي ما لازم المرشد اختبارات ذكاء إنجليزي رابع ابتدائي إنجليزي خامس ابتدائي إنجليزي الثالث متوسط سعدادي وانجليزي ثاني متوسط حاليا ده نشرح وننشر كل ما تصير لنا فرصة ان شاء الله ساعة ثمانية نشر لكم فيديو تدرسون بي وتستفادون اكو اختبارات الكترونية وقنوات تليجرام سونا لكم ونضموا الها واستفادوا وتعلموا وشكرا للطلاب الابطال اللي داي يحافظون على مستواهم العالي وداي ينجحون ويتفوقون ويرفعون رأس قناتنا عالي ويحافظون على شعارنا ان شاء الله دائما ناجحون اوائل ابطال الانجليزية مع وائل نبدأ درسنا عندنا الليسنينج مهارة الاصغاء الاستماع هاي بالشفة هي من الاشياء المهمة اللي متعلم اللغة الانجليزية لازم يتقنها ويضبطها مهارة الليسنينج الاصغاء يقول لك ريمانباه تذكر لسنينج الاصغاء كان بي من الممكن ان يكون هارد ويرك عمل شاق صعب you have to انت يجب ان do it yourself تعمله بنفسك تؤديه بنفسك انت لازم تؤدي هذا العمل بنفسك انت راح تسمع انت راح تصغي انت اللي راح تفتهم nobody else ولا احد اخر can do it for you يمكنه ان يعمله لاجلك ما حد يقدر يؤدي هذا العمل بمكانك انت لازم تؤدي هاي المهارة وتفتهمها زيان الشي يريد من عندنا وراها يقول لك هاي كملاحظات هو كل الفكرة عن نصائح ملاحظات على مهارة الليسنينج شوان تقويها عدك يفيد حتى اللي يريد يتعلم ويتقوي باللغة الإنجليزية بصورة عامة read these listening tips and do the examples اقرأ هذه الملاحظات الاصغائية النصائح الاصغائية واعمل الامثلة حل الامثلة اوكي الامثلة tip number one look and listen for clues الملاحظة النصيحة الاولى انظر واستمع الى الدلائل اللي تدليك على الحل الملاحظة النصيحة الاولى مفاتيح الاجوبة think about what you have to listen for فكر بماذا انت يجب عليك ان تستمع له فكر بشنو لازم تستمع له وتركز العالية are there any clues هل هناك اي مفاتيح او دلائل موجودة in the title بهذا العنوان اللي راح تستمع له هنا لان اصلا ماكو تايتل in the pictures بالصور هنا اصلا ماكو صور راح تعتمد بس على listening لانت دائما ال clues الدلائل النوبات تاخذها من التايتل من العنوان يساعدك من البكتشار مثلا قصة بوب باسم من نقول the eggs فتفتهم انه راح يصور تركيز على البيض منشوف صورة بوب وقع الطاوة مع البيض فتفتهم انه هو وقع البيض من الصورة افتهمت in the questions من تجي اسئلة ويسألك مثلا have they eat their breakfast اكلوهم فطورهم eating their breakfast الفطور ما تمكلوه راح تفتهم وتركز الدور على معلومة انه اكلو وما اكلو فالعنوان الصور الاسئلة هاي يساعدك اذا ماكو if not اذا كانت ما موجودة listen for clues استمع ركز خلي استماعك يبحث لك على الدلائل in the text itself في النص نفسه ابحث على الدلائل من خلال الاستماع بالنص نفسه راح نجي هاي الملاحظة افتهمناها احنا دائما نتساعدنا العناوين الصور الاسئلة مثلا بالقطعة الخارجية يساعدك على البحث عن معلومة مطلوبة الاسئلة تخليك تبحث عن معلومة مطلوبة لان لا يكون بها صور ولا يكون بها عنوان بس القطعة العادية بالكتاب تفيدك العنوان مالتها يفيدك الصور مالتها تفيدك الاسئلة مالتها بها الحالة بالlistening امتحانات اللي يمتحنوك يا بشفاي كل شي ما راح تشوف لا تشوف صورة ولا عنوان ولا اسئلة ولا كل شي بس تسمع ناص تسمع قطعة بعدين تجيك عليها الاسئلة فمن خلال الاستماع لازم تركز على المعلومات المهمة هنا انا اش راح يطلب عندك التراك الاوديو الام بي ثري رقم خمسة وعشرين 25 يقول لك listen to two conversations استمع الى محادثات اثنيا المطلوب من عندك من تستمع له where are the people in each conversation اين الناس متواجدين في كل محادثة what are they doing وماذا هم يفعلون اعرف ان المكان ما اتهم واعرف ان العمل الدي ادو هو شنو زين احنا هنشغله وشوفكم التزين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر what is the doctor doing ترجمة نانسي قنقر he'll give us pills and tell us to rest يمعود what is the doctor ماذا شنفتشي غريب و جديد هل تريد بعض المزيد من الماء تريد الماء بعض المزيد من الماء قالها عطشتني كان الصيح للويتا ويتا نادل تعال عيني طينا ماء وهاكذا عرفنا هسا احنا الشتان اودي يسوون والمكان تشان اوبي وشنو الاشياء اللي كانوا يعملوها هسا التب الثانية الملاحظة الثانية يقول لك عليك ان تستمر بالاستماع حتى لو حاجة ما تفتهمها اظل استمع هاي هناك كان عليك انه تنظر وتستمع وتبحث عن الدلائل اللي هي حسب الاسئلة كان دا يريدنا اماكن فبحثنا عن الاماكن وفتهمنا وحده يم الطبيب ووحده بمطعم وشانو دا يسون ذو اكتشان دا ينتظرون وذولي قاعدين دا يأكلون بحثنا عن الاجوبة والاشياء المطلوبة الدلائل اللي ساعدنا اهنانه راح يدوخنا يحتي واردنا نظل نستمع حتى لو كلمات جديدة وما نفتهمها نظل نستمع قدر على قد ما نقدر ناخذ معلومات والملاحظات يقولك سجل ملاحظاتك اكتب ملاحظات حتى لو هيش كلمات خطأ املائهم بس حتى تتذكر انه لحشاية الذكروه استمر بالاستماع حافظ على الاستماع اذا انت لم تفهم اي كلمة او فاتك شيء ما شايفين نواة مو يحجوم بالمهادثة مثلا يكونون سريعين مثلا فاته ما تلحق تفتهم وتلحق ما تلحق يعني تسمع كل حاج يوم فاكو يمل بعد من حجتي انه شافع عبار ما لحق على ثالث كلمة شافع عبار بطل لا الطيمة جانا خليه يحجي يحجي لحد ما يسكت راح يبدي يحجي حاج جديد يبدي يسمع من الحاج الجديد وظل وتشلب وياه واسمع فشي يقول لك اذا فاتك شيء حافظ او استمر بالاستماع معتك ربما انت سوف تتمكن من تخمين الكلمة يمكن راح تقدر تلقف لك فات كلمة perhaps you don't need to know the meaning ومحتمل ربما انت ما تحتاج تعرف المعنى مالدها يمكنك كلمات ما تحتاجها هي شيء يعني تكون حاشو بالكلام مو إلا تعرفها الكلمات المهمة راح تبين عندك وراح تلقفهم بعدين التراك الـ mp3 الـ listening الـ audio الـ 26 يقول لك you want to know the score in a football match انت تريد ان تعرف وتعلم النتيجة بالمباراة مال كرة القدم between بين إراك and Bahrain بين العراق والبحرين listen to the radio استمع للراديو انت دا طلعت الراديو دا تريد تعرف النتيجة طلعت الراديو بالأخبار دا تريد تعرف النتيجة مال لعبة العراق والبحرين فبالراديو هذا الحجي الحجام انت لازم تسمعه وتفهمه وتلقف النتيجة اهم شي عندك من راح يطيق ارقام هذا الحجي راح يحجيه كلما راح تستفاد من عنده مصحح فاته راح يحجيه راح يحجيه فهمه تستفاديه خير على خير ما فهمت انت اللي رايده شنو رايده النتيجة الـ score الـ score النتيجة اكيد تنذكر بالنهاية ورح يذكر ارقام فاتفاديتك من تلقو في الارقام تعرف المعلومة فماكو داعي تدوخ نفسك وتعب نفسك وتخاف من الحجي راح ينحيشي هواية هاي كملاحظة تفيدك مو بس بهذا التمرين بحياتك المستقبلية مثلا انت رايد تعرف مثلا رقم سنة بتسجيل ده السمعة فماكو داعي حجي كله تدوخ بي وتفهمه وكذا اذا بس تظل تسمع لحد ما تجي رقم سنة تستفاد عندها مو بحيث تيأس وتنزعج وتبطل من بداية الليسنينج من تسمعه المهم هسه راح نشغله هم تستمعوا له وتشوفون لسن رقم 26 ماذا تنزعج في مجرد بين إراك و بارين تستمعوا الراديو ونحن الراديو في مجرد من مجرد في مجرد الناس تنزعج إراك 3 بارين 3 رح أقرأ لكم هو نفسه يات الحكي يقول لك هذا الانناونسر المذيع هاي كلمة انناونسر معناها مذيع شقال اند ناو والان سبورت حيث نشرت الأخبار شايفين الأخبار والمرة السياسية والاقتصادية وما تجين بعدين يوصلون للرياضة فوصل الجزء الرياضة للسبورت قال في نهاية المباراة المبهجة المفرحة الحلوة في الملعب الوطني الجديد النتيجة كانت إراك 3 العراق 3 بارين 3 وبحرين الأجمدة يقرأ هماتين 3 العراق 3 وبحرين النتيجة النتيجة العدسة السكور شطلعت 3 3 3 3 كل نسميها تعادل بالمناسبة من يطلع النتيجة تعادل شو نقول عليها draw it's draw معناها تعادل هاي خليها معلومة إليك تفيدك هاي دي ر اي د اي 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 د اي تعادل زين هسه شي يقول التسجيل الورا راح نجيه السعلي التب الثالثة الملاحظة الثالثة ايش يقول لك write notes اكتب ملاحظاتك كملاحظة ثالثة ينصحك من تسجل ملاحظات عندما انت يجب عليك ان تستمع وتسجل تكتب اجوبة يكون عندك امتحان listening تنطلب ما عندك تستمع وتكتب اجوبة هاي الملاحظات تفيدك بحياتك العام مو بس بامتحاناتنا مثلا احنا امتحاناتنا تكون شوية بيها مجال بيها السهولة الاصغاء هاي الاستاذ يعيد لك مارتين ثلاثة وهكذا نوباتك والطلاب يريدون يكملون شهادات عليا يريدون يروح يختبر توفل ايلز ذن اختبارات عالمية جزء من هاي الاختبارات اسمه listening صغاء كل مهم ودرجته تكون مفيدة وقوية ويعتمد على هاي ولاحظات تتسمع تتعلم فاظبط تفيدك التمتد لمستقبلك اش راح تحتاج فمن ضمن هاي الملاحظات انه انت تسجل ملاحظاتك لان تستمع التسجيل ويحجون على السريع ومحادثات السريعة ولازم انت تفتهم وتجاوب رئيسا ويتطيك وقت قصير جدا لإجابة دقيقة ونص دقيقة بس حتى تتجاوب فلازم تسمع بسرعة وتجاوب بسرعة هذا كل يعتمد على قوتك ومهارتك باللغة الإنجليزية وتسجيلك للمناحظات وبحثك عن الأجوبة والكلمات الدليل لك you don't have time انت ما رح يكون عندك وقت من يكون مطلوب عندك تسمع وتجاوب رئيسا فما رح يكون عندك وقت you don't have time to write sentences ما عندك وقت تكتب جمال كاملة فالحال شنوه you need to write notes انت تحتاج انت تكتب ملاحظات النوت يقصد بها كلمة صغيرة تدل على جملة حروف تدل على كلمة هي شي مختصرات انت تفتهم المهم انت تفتهم حتى تساعد نفسك first اولا نقلنا تكتب ملاحظات and write the complete answer later واكتب الجواب الكامل بعدين ورا ما يخرص محادثة انت سجل الجاب الطويلة الكبيرة وراها اول شي لازم سجل ملاحظات لك هي ما حد رح يمتحنك من ملاحظات بس انت لك حتى تلحق على الاستماع لانه نوبات ما يعيدوه make your own abbreviations اصنع اختصارات الخاصة بيك المختصارات لك الخاصة بيك مثل هذا صاحبنا هنا اذا تنتبهون شمسوي ف ر و يعني شنو هاي سمع نسمع نوحظة يعني fried chicken ده يقصد دجاج مقلي هاي R و s-a-l soul شنو هاي ده يقصد rice and salad انو الرز والصلطة وها الامور رسو نحق لها نذني كلهن نتعلمهن من تكتب ملاحظات مثلا هذا كنت بس حرف c انت تقدر تفتهم هذا شنو يعني حرف c بس هو الشخص هذا الكتاب المفروض يفتهم هاي c ده يقصد بها color لون لو c ده يقصد بها cake kieke لو c ده يقصد بها car سيارة هو راح يقصد بها cake راح يقصد بها هنان c هاي chocolate تبدي بحرف c راح تبدي ب c والcake تبدي بحرف c تبدي بحرف c تبدي حرف c تبدي تذكر اذا هيا chicken هيا chocolate هيا cake تدوخ به هن فهنان هو من ده يحط chicken ويا ch و ch هنان بين chicken وبين chocolate ذات به ch فهي يحط لها i c k هاي اطلها c هش الكيك حط c يتذكر ها فمن تكتب ملاحظات اكتب ها بطريقة تفهمها وتذكر ها الاختصارات وتكتب ها بطريقة نابتة تفتهمها وتريد تحل تهلي اقول لك هاي شون هالشي خبيط شون هالرموز شو هاي فتهم ش راح يسوي زي ورح work out this students notes اكتشف واوجد معنى اللي هاذي ملاحظات الطالب هاي الملاحظات اللي كتبها الطالب راح نستمع المحادثة رقم 27 27 اللي هي what did Mr. Andrew order سيد Andrew اشطلب و Mrs. Andrew اشطلبت الرجال اشطلب والمرة اشطلبت راح سنشوف now listen and check your answers والان استمع وتأكد من اجاباتك المفروض انت منشوف هاي راح افهمك هاي fried chicken لجاج مقلي ورايس وصلاد تمان وصلاطة وشوكلة كيك كيكة شوكولاتة وابول جوس عصير تفوح هنا المرايا ارادة grilled fish سمяч مزقوف و fruits عند سلد ارادة فواكه السلطة لا هاي هاي هسا نتأكد معدها وهاي الفروت سلد سلطة فواكه هاي هسا نسيتها و mineral water هاي مياه معدنية بس هاي شنوية السلطة نسيتها سنتأكد منعدها راح نطلع هو بالدليل اش قايل هنا هي بالله رادت fries رادت يعني بتيتها مقلايا وصلاطة زين المهم خنطلع التسجيل نسمع له وبعدين نقرأ ونترجم رائع رائع أ liquidity رائع هاي 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 ب causa رائع نااااااااا ناشу نااااا ناااااااا رائع ل أ備 تع سیجار رائع риз بited سلطية من 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 بž دنيه بس دiber ثلطة weil with fries and I'll have salad too grilled fish fries and salad and dessert fruit salad please and chocolate cake for me one chocolate cake and one fruit salad anything to drink apple juice for me and mineral water for me apple juice and mineral water thank you madam sir have you heard me? I'll tell you about it and then I'll tell you about it in the description fried chicken fried chicken rice and salad rice and salad chocolate cake chocolate cake apple juice apple juice يعني عصير تفاح هاي رجال طلب المرة اشطربت grilled fish سمتش مزقوف fries and salad بتيتة مقلاية وصلطة وفروت سلط وصلطة فواكه ومنرال ووتر مياه معدنية هاي المرة طلبتهم زين رح نجي نقلاها نترجمها كلمة كلمة حتى نستفاد من عدها ومن معلوماتها ومن معانيها هل أنت جاهز مستعد لكي تطلب الآن يا سيدي هاي الويتر النادل ولو هي من صوتها تشنها بنيه فتشنها ويترس ويترس النادلة ويتر النادل للمهم هم ما معتبرها ويتر النادل فاش قالت اش قال الرجال المستر يعني الرجال الميسس يعني المرية مستر اندروز قال يس وي آر نعم نحن مستعدون قالت لهم هل أنتم مستعدون فقالها نعم نحن مستعدون I'd like fried chicken آني أريد دجاج مقلي with rice بليز مع هنا يعني هاي رز رجاء يعني دجاج مقال الله ويه تم قالت لها الصلد تريد صلطة قالها الصلد do I want صلد مش حاير صلطة هل آني أريد الصلطة yes please نعم رجاء طيني الصلد تان قل مادام مادام تش تطلبين قلت لها grilled fish please سمت مزقوف رجاء with fries and مع البطاطة المقلية and I'll have صلد وآني هم ماتين أريد صلطة ويا أيضا آني هم جيب صلطة قلت اوكي grilled fish fries and صلد سمت مزقوف و بطيت مقلاية وصلطة زين and desert والحلويات تطلبون قلها لرجال fruit salad please إذا لعفوا هاي المرة المرة يقات fruit salad please صلطة فواكه رجاء أنا أردح اللي بصلطة فواكه والرجال قال and chocolate cake for me وكيكة شوكولاتة اللي يجيب لي الويتر قال one chocolate cake and one fruit salad كيكة شوكولاتة واحدة وصلاة طواكه واحدة معون anything to drink أي شي تريدون تشربون رايدين شي تشربو المستر الرجال قال apple juice حصير بالتقال for me لأجلي رجاء والمار قال and mineral water for me وأني أريد مياه معدنية لأجلي الويتر قال اوكي apple juice حصير بالتفاح و mineral ومياه معدنية thank you شكرا لكم madame وسير سيدتي وسيلي خلاص وكل عام وانتو بخير فحطنا نلتقي على lesson two قبل ما هاي بس أشوفكم بالملزمة احنا حاطيكم مرتب مياه بالمعاني بالترتيبات بالمحادثات بالشغلات الحلوة اوكي اياته تستمتعون بيها ان شاء الله وتستفادون وراح نروح على lesson two بالفيديو التالي نعتبر عن التأخر في الرد وقل التواصل ان شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا كي تعمل فائدة ويستفد الجميع تحياتي لكم مع السلامة اشتركوا في القناة